ومن كلر ومن شخصية مرحة لشخصية مرحة أيضا وإحنا هنا خلاص سميناه صديق البرنامج الأستاذ عمر قديم دايما بنحب نسمع تعليقاته بعد فوز النادي الأهلي أو هزيمة نادي الزمالك اللي بيشجعه الأستاذ عمر قديم أمام النادي الأهلي فالقصة كلها مرتبطة بالنادي الأهلي النادي الأهلي اللي وصل الأستاذ عمر قديم خلاص يا جماعة الموضوع انتهى الأهلي بيفعل كل شيء فتعالوا نشوف صديق البرنامج الأستاذ عمر قديم عشان عندنا تعقيب مهم جدا لا لا الالي لسه اي يا ابني ما خلاص الالي كان حجيب 40 جون تانين يعني الالي كان في فرصة نجيبه 40 جون كمان لا لا الالي هو بصراحة بقى عايز الحق خلينا نشوف الزغلون الكبير يعني ماتشه بتاعه خلينا نشوف سان داونز بعد ما يحسمه بكرة هنا بقى الكلام هنا بقى نوعه بقى ونجيبه وتيك وتاك وهبه وبتاع وهنا مع سان داونز مفيش محظيز ولا حز ولا روح الفنينلة الحمرة ولا الديها 94 سان داونز بتاع الداونز بيجيب من داونز فان شاء الله بس ايه خلاصوا دول وبعدين طبعا انا شخصيا نفسي الالي يكسب وياخد بطولة افريقيا الافريقيا الالي الافريقيا طبعا دا لا لي لا لي دا انا نفسي وانبسط ونقول لي لي انما شغل الحلو بقى القيمة اللي تاخد شغل حلو اللي هو خليك كبير تاخد كبير سان داونز بيجيب بقى نشوف الشغل بقى كل دا احنا خلاص شغالين بقى يعني وبننبسط بتاعه نيجي بقى للشغل في الاخر الزغلول الكبير المعلم الكبير الحاجات الكبيرة وهنا هنا تظهر القدرة ولا محظيز ولا حاجة خالص خالص هنا يؤسفني عن اخبرك استاذ عمر قديم ان الزغلول الكبير طار طار مع الوداد وانت الحقيقة جبت سان داونز داونز يعني الحقيقة قضيت عليه وعشان كده رسالة محبة والله اتمنى اتمنى تشجع الوداد المباراة النهائية عشان ان شاء الله ربنا يكرم النادي القلي ويفوز بالبطولة وانا اسف والله عايز اقولك ان القصة مش قصة محظيز ولا قصة روح حمرة مش بتتحقق لا بالفعل بتتحقق